ازايكم يا شباب عرف ان كتير جدا منكم بيحب يعمل فيديوهات كتيرة ويكون بطريقة بسيطة جدا في الفيديو بتاع النهاردة ده بقى اخليك تعمل فيديوهات لو خيروه وحرفيا بالعدد اللي انت عايزه يعني عايز خمسين فيديو تقدر تعملهم على طول عايز ميت فيديو زيها زي المتين زيها زي التلطنية اي ان كان العدد اللي انت عايزه هتقدر تعمله في الفيديو ده فخلينا كده سريعا من غير كلام كتير ما تنساش انك تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناة على الاقل اللي عايزين نوصل لألف مشتري وما تنساش برضو انك تصلى على سيدنا محمد عليها وفضل الصلاة والسلام وخلينا بقى كده نروح للشرح الجامد جدا ده اول حاجة هتبتدي انك تفتح كنفا بالشكل ان انت شايفه ده كده باكاونت الجيميل بتاعك عادي خالص بدون اي مشكلة وبعد كده هتيجي هنا كده على حاجة اسمها create design تبتدي انك تضغط عليها بالشكل ده وبعد كده هتبتدي انك تنزلت شوية لحد ما تلاقي حاجة عندك اسمها تيك توك فيديو ما لقيت هاش هنا هتقدر تكتب هناك كلمة تيك توك فيديو وهتلاقيها بتزهر معك خلينا نبتدي اللي احنا نضغط عليها بالشكل ده هتلاقيها بتفتح معك الصفحة الجديدة طبعا بقى هنبتدي اللي احنا نصمم التصميم اللي احنا عايزينه لكن اول حاجة خلينا نيجي على مدة الفيديو على حسب المدة اللي انت عايزها واللي انا بفضلها عامة الصراحة تكون عشر ثويني او بالكتير قوي خلينا مثلا نخليها 12 ثانية عشان المشاهد ما يملش وهو بيتفرد على الفيديو بالشكل اللي انت شايفه ده وبعد كده هتيجي على elements تبتدي انك تضغط عليها وتبتدي هتيجي على leachips تبتدي انك تقطر اول حاجة بالشكل ده كده وتخليها باللون الاحمر او باللون الازر عامة ايا كان بالشكل ده كده خلينا نيجي ونضفه كده بالشكل اللي انت شايفه ده كده وكذلك برضو هتيجي على اللون اللابيت ده هتضغط عليه هنا كده تبتدي انك تخلي اللون ده باللون الازرق وبرضو كذلك اللون اللي رايحك او الحاجة اللي انت عايزها عامة يعني خلينا نزبطي كده نوعا ما شوية وبعد كده برضو هتيجي على leachips ثاني تبتدي انك تضغط عليها لكن المرة دي هنخليها باللون الاسود بالشكل ده وتبتدي برضو انك توصطنا كده فيهم لحد بس امن زبط وبالشكل ده كده تبتدي انك تأثر بقى كده حاجات بسيطة نوعا ما برضو الصمك اللي انت عايزه ايا كان ايه هو كانا عملتها الصمك ده كويس جدا وبعد كده هتيجي على الدايرة دي هنبتدي اللي احنا نضيفها برضو كده عشان نكتب فيها لوخة يروك عامة يعني وانا هضيفها هنا بالشكل ده وممكن تصغرها برضو شوية كده كده تمام احنا صممنا الشكل اللي احنا عايزينه والدنيا تمام قوي كل اللي هنعمله ايه بعد كده بقى هنيجي على tiكست بالشكل ده كده نبتدي اللي احنا نضيف اول حاجة هنكتب مثلا لو خيروه بالشكل اللي انت شايف ده لكن الخط ده طبعا نشعجبني فحابب اللي انا غيرو هبتدي اللي انا حددوه واجعل الخط من هنا افطار الخط اللي انا عايزه انا حاليا اخترت الخط ده واجعل اللون هخليها باللون الابيض زي ما انت شايف كده بالطريقة الجامدة جدا ده وهبتدي اللي انا اضيفها معايا هنا بالشكل اللي انت شايفه ده خليني برضو اضيف tiكست ده مرة تانية كده عشان بقى نبتدي اللي احنا نكتب فيه الحاجة اللي احنا عايزينها اول حاجة مثلا بتكتب الشيء الاول بالشكل اللي انت شايفه ده وكزلك هتيجي هنا كده تضفها تاني وهتبتدي انك تنزل تحت هنا كده نرفحها بقى شوية وهنخليها الشيء الثاني بالشكل اللي انت شايفه ده كده كتبنا الشيء الاول والشيء الثاني هتبتدي برضو انك تضيف على علامة البلاث دي وبعد كده هتقلي ديك 50% مثلا بالشكل ده وكزلك برضو هنبتدي اللي احنا نضيفها تاني ونضيفها فوق نخليهم الاثنين على بعض بالشكل اللي انت شايفه ده دلوقتي بقى انت محتاج الشيء الاول دي هتيجي تقف عليها كده بعد كده هتضغط عليها click mean وهتيجي على كلمة تأشو طايبين الشيء الاول دي احنا هنسيبها تظهر في الفيديو كله ومعادة مثلا اخر نخليها اربع او ثلاث سواني ممكن اخليها مثلا بالشكل ده كده انا هنخليها تظهر لحد الثانية الثمانية عامة ونص في الحدود دي كده وكذلك برضو هايجي على الشيء الثاني اخليها تظهر بالشكل اللي انتم شايفينه ده هنيجي بقى على الخمسين في المية دي اللي هي النسبة هنخليها تظهر من هنا بالشكل اللي انت شايفو ده اكيد انت فهمتني بالشكل ده تظهر اخر ثلاث سواني ونص وكذلك دي برضو هنخليها تظهر اخر ثلاث سواني ونص دلوقتي انت محتاج تعمل حاجة في الشيء الاول لو انت محتاج تعمل animation تبتدي انك تيجي عليها بتختار الانيميت اللي انت عايزه ايا كان ايه هو فانا على سبيل النساء هختار الانيميت ده وكذلك برضو هيجي على الشيء التاني ابتدي اللي انا اضغط عليه بالشكل ده ونختار برضو نفس الانيميت او نشوف الانيميت ده بالشكل ده وكذلك برضو هنيجي على الخمسين في المية خلينا نيجي نحددها كده هنختار نفس الانيميت بنفس كل حاجة بالشكل اللي انت شايفو ده كده كده اصبح نوعا ما اللي الفيديو عندنا بقى جاهز خلينا نسحبه كده نبتدي اللي احنا نشغل زي ما انتم شايفين اتلاقي ان الشيء الاول بيظهر معك وطبعا هنضيف السور بتاعته وهقولك هتعمل ايه دلوقتي بالزبط زي ما انت شايف كده والنسبة بتظهرت دلوقتي طيب دلوقتي بقى هنقنجيين على الاتشات جي بي تي هتلاقيه ان يسايفلك الجدول اللي تحت في الديسكريبشن بتاع الفيديو اللي هو فاصف الفيديو عمتا وهتلاقيه بيعملك نسب بالشكل اللي انت شايفه ده مش حابب انك تستخدم تشات جي بي تي هروح على جيمي ناي زي ما انت شايف كده برضو عملي كل الكلام اللي انت شايفه ده وانا طالب منه خمسين حاجة بس زي ما قلتلك بالشكل ده هو خمسين سؤال بس اللي انا طالبه منه حابب اللي انت تعدل وتخليهم مية براحتك وبعد كده هنبتدي اللي احنا نيجي كده من ناخد من اول هنا اللي هو الشي الاول الشيء الثاني والنسبة المقاوية نبتدي اللي احنا نحددهم بالشكل اللي انت شايفه ده خليني مثلا انا اخد لحد هنا هاكتفي بهم جدا وبعد كده امراجع تاني كل اللي انت هتعمله هتيجي على كلمة apps بالشكل ده وهتيجي على حاجة عندك اسمها bulk تبتدي انك تضغط عليها بالشكل ده وبعد كده هتيجي على enter data manual تبتدي برضو انك تضغط عليها وهتيجي لكل الحاجات دي كده هتعمل لها clear من هنا وبعد كده هتيجي تضغط click main وهتعمل post بالشكل ده هتلاقيهم كلهم اضافوا معاك يا معلم كده والدنيا تمام هتيجي على كلمة done وبعد كده زي ما انت شايف هتلاقيهم معاك بالشكل ده هنيجي على الشيء الاول تبتدي اهم حاجة انك تحدد الشيء الاول وهتدوس على كلمة connect data وهتختار الشيء الاول وكذلك هتيجي على الشيء الثاني connect data الشيء الثاني وبعد كده هتيجي على ال 50% اللي فوق دي connect data النسبة مقاوية للشيء الاول وكذلك برضو هتيجي على ال 50% اللي تحت connect data النسبة المقاوية للشيء الثاني زي ما انت شايف هتلاقيهم كلهم اتحددوا معاك هنا بالشكل ده كل اللي انت هتعمله هتيجي على كلمة continue زي ما انت شايف كل دي الفيديوهات اللي هيعملها لي زي ما قلتلك انا خدت 24 فيديو بس فاصبح اللي هو يعمل لي 24 فيديو بس وبعد كده اضغط على كلمة generate هتلاقيه بيبتدي اللي هو يحولك للصفحة ويكون بيعملك الفيديوهات كاملة زي ما انت هتشوف دلوقتي تمام زي ما انت شايف كده اصبح اللي هو عمال لي الفيديو خليني ابتدي اللي انا اشغل بالشكل ده القهوة والشاي هتلاقيه بيبتدي اللي هو يستنى معاك التماني الثواني اللي احنا اخترناهم وبعد كده هيجيب لك النسبة المعاوية او النسبة 65 تاني النسبة 35 ده الفيديو التاني الكتاب والتلفزيون بالشكل اللي انت شايفه ده طيب دلوقتي ده انت لو حابب بتضيف اي مؤسرات بروحتك هتيجي على كلمة elements وتبتدي مثلا لو انت حابب بتضيف تايمر كل اللي انت بتعمله انك بتبحث عن التايمر وبتبتدي انك تضيفه طيب دلوقتي احنا محتاجين مثلا الحاجات اللي احنا عايزينها اللي هي القهوة والشاي فابتدي اللي انا ايجي وابحث عن القهوة بالشكل اللي انت شايفه ده هيظهر معايا اكتر من نتيجة بتختار النتيجة اللي انت عايزة عمتا فخليني انا ممكن مثلا اقطار الشكل ده وابتدي اللي انا ايجي واضيف القهوة فوق هنا بالشكل ده وكذلك بقى ممكن نبحث عن الشاي بالشكل اللي انت شايفه ده كده ايظهر برضو معاك اكتر من نتيجة بتختار النتيجة اللي انت عايزة انا ممكن مثلا اقطار النتيجة بتاعتي برضو كذلك بالشكل اللي انت شايفه ده كده طبعا السور هنسبها تكون ظهرة دايما في كل الفيديو بالشكل اللي انت شايفه ده اعايز برضو تعمل فيها animate هتيجي تحددها وتعمل animate وبعد كده هتختاري الانيميت اللي انت عايزه ايا كان ايه هو بالشكل ده وكزلك برضو هاجي هنا كده ونعمل نفس الانيميت خلينا كده نبتدي اللي حين نشغل زي ما انت شايف كده بالطريقة اقل جمدك جدا دي زي ما قلتلك حابب انك تضيف تايمر حابب انك تضيف كلام تقدر كل الكلام ده لو انت حابب تضيف كلام تعمله من خلال 11 لاتس بالشكل اللي انت شايفه ده هتفضل بقى منش كده على نفس الفيديوهات دي تضيف الصور وضيف الطايمر مثلا لو انت حابب هتيجي هنا كده هتكتب بقى طايمر زي ما انت شايف كده لو جيت في الفيديو هتلاقي عندك الطايمر اللي انت ممكن تختاره عادي خالص وبرضو لو جيت عندك على الاوديو هتلاقي عندك اكتر من صوت طايمر لو انت حابب تعمله بعد اما خلصت بقى كل الكلام ده هتيجي على كلمة تأشير وبعد كده هتنزل على كلمة download اهم حاجة عشان تنزل كل فيديو لوحده هتيجي هنا كده وتضيف علامة تأصح عشان كل فيديو ينزل لوحده وتضغط على كلمة download زي ما انت شايف هتلاقيه بيبتدي اللي هو نوعا ما هيحمل معاك وهينزلك في ملف مضبوط دي حاجة طبيعية وقولك برضو لو انت حابب تفك الضغط عن الملف هتعمل ايه وزي ما انت شايف كده الملف بينزل معانا بالشكل اللي انت شايفه ده كده حاليا الملف نزل خلاصت على وريك تفك الضغط من عليه ازاي بالشكل اللي انت شايفه ده كده هتيجي تضغط عليه click main وبعد كده تبتدي انك تفك الضغط من عليه بالشكل ده هتلاقيه بيظهر معاك الملف زي ما انت شايف بقى دي كل الفيديوهات طبعا بعد ما بتديك الصور عليها خلينا اني ايجي على الفيديو الاول بعد طبعا ما بتعدل عليه كل حاجة زي ما انت شايف كده بالطريقة الجامدة جدا دي فيديو حرفيا ما خدش منك اكتر من 15 دقيقة مش هنقول 10 دقيقة ممكن مثلا 15 دقيقة تعمل فيها عدد الفيديوهات اللي انت عايزها وبالطريقة الجامدة جدا اللي انت شايفها قدامك دي 24 فيديو عما تنخذه مني 10 دقيقة شرح او بالكتير او 15 دقيقة فبس كده دك الفيديو بتاع النهار ده اتمنى تكون استفدت فلو استفدت ما تنساش انك تدعمني باللايك عايزين على الهل ان نوصل الف ومشترك واشوفكم الفيديو الجاي سلام ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة